اشتركوا في القناة واستقلال السودان الشقيق في اطار البت المباشر بيننا وبين تلفزيون السودان والزملاء الاعزاء هناك طبعا بنرحب بكل المشاهدين سواء المشاهدين داخل مصر او كمان المشاهدين داخل السودان اللي بيتابعونا على شاشة النيل الاخبار وعلى التلفزيون السوداني في الضم المباشر اللي هيكون على مدار اليوم من خلال كمان برنامجنا هذا الصباح الحقيقة واحنا بنحضر لهذه الحلقة طبعا يعني تاريخ مصر والسودان مشترك الى جانب كبير جدا ويمكن زي ما كنا تابعنا في الحوار السابق مع زملتنا يسرى في التلفزيون السوداني كنا بنتكلم عن علم السودان وتاريخ نشأة علم السودان كمان من خلال حوارنا النهاردة ان شاء الله ومن خلال متابعتنا في هذا الصباح هنتكلم عن العلاقات المصرية السودانية وهنحكي شوية حواديد كده عن التاريخ المصري السوداني خلونا في البداية نطلع لتقرير ونرجع على طول لاستكمال فقراتنا في هذا الصباح خليكم معنا تحت شعار بحبك يا سودان يحتفل السودانيون بالذكرى الخامسة والستين ليوم الاستقلال عن الحكم البريطاني الذي يوافق الاول من يناير من كل عام حصل السودان على استقلاله عام 1956 لينهي الحكم الانجليزي الذي استمر لمدة 58 عاما وجاء الاستقلال بعد توقيع اتفاقية بين مصر وبريطانيا في الثاني عشر من فبراير من عام 1953 تعطي السودانيين حقهم في تقرير مصيرهم وتم اعلان الاستقلال اولا من داخل البرلمان السوداني في التاسع عشر من ديسمبر عام 1955 ثم اعلانه رسميا في اول يناير من عام 1956 وكان استقلالا حقيقيا بعيدا عن اية احلاف عسكرية وتكتلات دولية حصل السودان على استقلاله دون اللجوء الى اي صراع او عنف بل تم عقد احتفال خاص بذلك حيث ازيلت الاعلام البريطانية ثم قام رئيس الوزراء السوداني حينها اسماعيل الازهري برفع العلم السوداني الجديد معلنا بذلك مولد الجمهورية المستقلة وتأتي الاحتفالات بيوم الاستقلال هذا العام بالتزامن مع الذكرى الثانية لثورة ديسمبر التي اطاحت بنظام الرئيس السابق عمر البشير ووسط جهود تبذلها الحكومة للعودة بالبلاد بقوة الى دورها الفاعل في العالم اجمع وفي هذا الاطار شددت العديد من القوى السياسية الفاعلة بالمجتمع السوداني على ضرورة وحدة قوى الثورة لضمان الوصول بالفترة الانتقالية الى غايتها وطالبوا بالعمل لتحقيق التنمية بالبلاد وقيام دولة المواطنة التي تسع الجميع بغض النظر عن العرق او اللون او العقيدة او الفكر السياسي كما طالب البعض بتكريس الجهود لايجاد حلول جذرية للازمة الاقتصادية الطاحنة التي تعصف بالبلاد في ظل تجاوز الدين الخارجي ستين مليار دولار ويأمل البعض ان يكون الاحتفال بذكرى الاستقلال هذا العام من اجل استكمال السيادة الوطنية وتحقيق السلام الشامل وتحسين الاحوال المعاشية وتحقيق اهداف الثورة وطالبوا بتحقيق التوافق بين المكونات السياسية والاجتماعية لوضع دستور دائم للحفاظ على المبادئ العامة المتفق عليها واعلاء المصالح الوطنية العليا للبلاد وتتواكب ذكرى الاستقلال هذا العام عن نجاح الحكومة الانتقالية في توقيع اتفاق سلام مع عدة جماعات مسلحة وذلك في العاصمة الجنوب سودانية جوبا تضمن الاتفاق عدة بروتوكولات من بينها تقاسم السلطة والترتيبات الامنية وتقاسم الثروة كما تأتي الذكرى هذا العام بعد رفع اسم السودان رسميا من قائمة الدول الرعية للارهاب حيث اكدت الصفارة الامريكية في الخرطوم انها شطبت اسم السودان من القائمة السوداء بعد 27 عاما ويؤكد مسؤولون بالحكومة ان رفع اسم السودان من قائمة الارهاب سيفتح المجال امام عودة الاستثمارات الاجنبية للعمل بالبلاد مما يسهم في انتعاشي الاقتصاد الوطني المتأزم بسبب السياسات الخاطئة والاهمال الذي شهدته كافة القطاعات خلال السنوات الماضية موسيقى 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 بجد التحية بحضراتكم ومشاهدين الكرام وزي ما شفنا بعض المعلومات عن تاريخ العلاقات المصرية السودانية في التقرير اللي فات كمان حوارنا في هذه الفقرة هيكون عن العلاقات المصرية السودانية يمكن بشكل سريع كده السودان طبعا هي العمق الاستراتيجي لمصر بتبلغ الحدود بين البلدين 1273 كم بيربط بينهم نهر النيل العظيم بيعود تاريخ العلاقات المصرية السودانية في العصر الحديث لما فتح محمد علي باشا السودان سنة 1820 لم ينقطع ارتباط السودان عن مصر منذ ذلك التاريخ إلا خلال الفترة من 1885 ل 1898 أثناء الثورة المهدين طيب نعرف تفاصيل أكتر حول العلاقة بين مصر والسودان وكل المتابع والقارئ للتاريخ في هذه العلاقة بيقف عندها لأنها لها الحقيقة أوجه متعددة جدا وليها مزايا ارتباط وثيق وعلاقة أزالية منذ التاريخ تعالوا نتعرف على تفاصيل أكتر حول هذه العلاقة مع دفنا اللي بيشرفنا في الستوديو الأستاذ دكتور هاني رسلان مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية صباح الخير يا دكتور صباح الخير يا فانت بداية لما نتكلم عن تاريخ العلاقات المصري السودانية أول شيء بيكون يأتي على ذهن حضرتك علشان نتكلم عن هذا العمر أنا عايز أكد فقط ملحوظة صغيرة لكنها مهمة كما أن السودان هو عمق استراتيجي لمصر أيضا مصر هي العمق الاستراتيجي للسودان وهذا ما تثبته الأحداث والتاريخ وتوالي الأيام العلاقة بين البلدين هي بالمعنى الحقيقي هي علاقة مصير مشترك في موقع في الفترة الأخيرة وخاصة في عهد الإخوان السابق الذي سقط عبر ثورة ديسمبر المجيدة في السودان بيشكك في هذه العلاقات يشكك في مثل هذه المقولات لكن هذه العلاقة زاتها جزور ضاربة في التاريخ بتعبر عن ترابط ونسيق اجتماعي مشترك بين البلدين مصالح مشتركة حتى لو حدث نوع من الافتراق أو القفاء في بعض الأحيان بفعل الخلافات بين النظم السياسية لكن المصالح تكبر الأطراف للعودة مرة أخرى لأصل هذه العلاقات اللي هو في الحقيقة في صالح الشعبين الشقيقين وما فيش بلدين منهم نوع من التماس والتداخل والتشابك في المصالح مثل مصر والسودان ده حقيقي فعلا ليس فقط بسبب علاقة الجوار والعلاقة المكانية لكن أيضا زي ما حضرتك قلت هو علاقات استراتيجية على كافة الأسعادة لو رجعنا بالتاريخ دور مصر من البداية خالص في استقلال السودان وتوقيع اتفاقية الجلاء عن السودان وجلاء بريطانيا عنها من البداية خالص ممكن نتكلم نقول أو نعنون هذه المرحلة أو فترة تاريخية ازاي؟ هو طبعا مصر والسودان بينهم تاريخ مشترك تواصل في مرحلة من المراحل كان فيه عضو فيه سوداني في البرلمان المصري كان فيه عدد كبير من الكبار المثقفين والنخبة السودانية حصل على بعسات مصرية في الخارج لأنه الشعبين كانوا شعب واحد لكن في مطلع الخمسينات مع ثورة أرض سمية اثنين وخمسين كانت فكرة علاقة مصر بالسودان أو جلاء البريطانيين عن السودان تمثل عقدة مع بريطانيا وأخذت عدد سنوات كبير من التفاوض لم تصل إلى حل لأنه البريطانيين كانوا حريصين على فصل السودان عن مصر لما كانت ثورة يوليو اثنين وخمسين تم التوافق على أنه هذا الحق يعطى للشعب السوداني الشقيق بنفسه لكي يختار ويقرر مصيره هل يبقى في وحدة مع مصر وهذه الوحدة كان من المقترح أن تكون وحدة فدرالية بمعنى أن السودان يظل له حكومة مصر لها حكومة ويكون هناك مجلس أعلى بين البندين ينسق السياسات العليا في البلدين لكن على هذا الأساس أقصد على هذا الأساس تم توقيع اتفاقية حق تقرير المصير عام ثلاثة وخمسين وبوزلت جهود كبيرة لترقيح خيار الوحدة وكان فيه طيارين في السودان طيار الاستقلالي كان بيخده حزب الأمة القومي كان بينادي بالاستقلال وطيار الاتحادي اللي هو حزب الاتحادي الديمقراطي والأحزاب المؤتلفة معه والتي توحدت في ذلك الوقت كان بينادي بالترابط والوحدة والاتحاد مع مصر الحقيقة أنه في الانتخابات التي جرت للجمعية التأسيسية الطيار الاتحادي هو اللي فاز بالأغلبية لكن السودانيين ارتأوا من داخل الجمعية التأسيسية كما ورد في التقرير اللي شاهدناه قبل شوية أنه هم يختاروا الاستقلال ومصر باركت هذا الاختيار ووافقت عليه وكانت أول دولة تعترف باستقلال السودان هي مصر لذلك هللاحظ أن السفارة المصرية في الخرطوم السيارات تحت السفارة هيئة السياسية هي رقم واحد لأن مصر كانت أول دولة تعترف بالسودان الشقيق كدولة مستقلة وده لا يمنع تواصل العلاقات وترابط المصالح والتعاون في كل الملفات بمناسبة الكلام عن التعاون في كل الملفات وأنا أعلم من حالك طبعا يعني ملم بالملف الإفريقي بشكل كبير وتحديدا طبعا الملف السوداني هناك العديد بين الحواديث والقصص التاريخية دايما بنقول منبص للتاريخ على أن حدوطة كبيرة نقدر أن نستشرف منها المستقبل هناك العديد من القصص والحواديث التي تربط التاريخ المصري بالتاريخ السوداني التي في أوقات كثيرة جدا كان يعتبر فعلا تاريخ واحد لأنه شعب واحد من بين هذه القصص وقوف مصر إلى جانب السودان وأيضا طبعا نقوف السودان إلى جانب مصر في العديد من الأزمات السياسية والأزمات التاريخية نذكر منها بعض الأشياء خلينا نقول أن العلاقات المصرية السودانية لها أساس رسخ لكن على المستوى السياسي بين الحكومات بتتعرض لدورة من المد والجزر وذي الدورة بتتكرر لكن في كل الأحوال تظل العلاقات الشعبية هي صمام الأمان والعودة إلى المصار الصحيح حصل أنه السودان وقف مع مصر في مختلف مراحل التاريخ المصري يعني المثال الأبرز اللي دايما نتكلم عنه اللي هو في 67 لما حصلت النقصة في 67 وسلاح الطيران المصري يدمر ما تبقى من سلاح الطيران المصري أمر الرئيس عبد الناصر بترحيله إلى السودان طبعا بموافقة الحكومة السودانية وانتقلت الطائرات المصرية إلى السودان أيضا تم نقل الكلية الحربية المصرية إلى منطقة ودي سيدنا بجوار الخرطوم مؤتمر اللقات السلاسة انعقت في الخرطوم كان استقبال شعبي هائل للرئيس عبد الناصر أزبت في ذلك الوقت أنه الهزيمة لم تفت في عدد الجماهير والشعوب العربية وكان رسالة هذا الاستقبال كان رسالة قوية للرئيس عبد الناصر وهذه حادثة يعني لا تنسى في التاريخ الحديث أيضا السودان كان له قوات في حرب 73 لم تشترك في القتال بشكل مباشر لكن كانت موجودة على خط الدفاع الأول عن القاهرة العاصمة فبالتالي التاريخ مشترك الكفاح مشترك مصر لها وقفات مع السودان عبر التاريخ في كل المجالات السياسية الاقتصادية الثقافية التعليمية في عهد الرئيسين السادات ونيميري كان فيه التكامل كان فيه بطاقة واد النيل كان فيه برلمان مشترك واد النيل كان فيه دخول وخروج بالبطاقة كان الأخوة والأشقاء من الطلاب السودانين يتعلمون بأعداد ضخمة جدا أكثر من السودانيين اللي كانوا يتعلمون في الجامعات السودانية وكانوا يتعلمون مجانا مثلهم مثل الطالب المصري العلاج مثل الشقيق المصري وهذا أمر قائم حتى الآن فيما تعلق بالعلاج لكن طبعا موضوع التعليم حصل فيه نوع من الزبزبة بسبب نظام الإخوان المسلمين اللي وصل عبر انقلاب عسكري في عام 1989 احنا عايزين نقف عند فقرة 89 ثلاثة عقول من حكم دخول نعم اسمحنا نقف بعد إذنك فلنقف عند 89 لكن نخرج لتقرير أيضا يتحدث عن العلاقات المصرية السودانية وأبرز المحطات ونرجع عند هذه النقطة تحديدا ابقوا معنا مشاهدينا علاقات أزلية ومتشاعبة تربط مصر بالسودان تضرب بجذورها في عمق التاريخ حيث يعتبر البلدان امتدادا طبيعيا لكليهما فضلا عن جريان شريان واحد يمد كل منهما بالحياة متمثلا في نهر النيل الذي يمثل لهما مرتكزا وأساسا قويا للعديد من مشروعات التعاون وارتباطا بذلك تحرص القيارة السياسية المصرية على إقامة علاقات تتميز بالخصوصية والتفاهم العميق مع السودان الشقيق مع الحرص على تطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة من أجل أحداث نقلة نوعية فيها تتماشى مع ما تطمح إليه شعوب المنطقتين وخلال اللقاءاته المختلفة مع عقارة السودان يؤكد الرئيس عبدالفتاح السيسي دائما على الموقف المصري الاستراتيجي الداعم لأمن واستقرار السودان ومواصلة التعاون والتنصيق في مختلف الملفات محل الاهتمام المشترك وذلك انطلاق من أن أمن السودان واستقراره يمثلان جزءا من الأمن القومي المصري ويحرص قادة البلدين على تبادل وجهات النظر في الكثير من الملفات والقضايا الإقليمية التي يعد تنصيق مواقف البلدين بشأنها أمرا حيويا لصالح الشعبين يأتي في مقدمة تلك الملفات ملف سد النهضة الإثيوبي ومياه النيل والتعاون بين دول حوض النهر لصالح الجميع وأيضا ملف الأمن والاستقرار في حوض البحر الأحمر والقرن الإفريقي وتعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف الجانب السوداني أكد على متانة الروابط التاريخية المتأصلة مع القاهرة مع الحرص على مواصلة التنصيق في كافة الملفات محل الاهتمام المتبادل ولا يترك الرئيس السيسي مناسبة إلا ويؤكد على الموقف الاستراتيجي الثابت لمصر تجاه دعم أمن السودان وأن مصر تدعم اختيارات الشعب السوداني للحفاظ على الدولة وأسهمت زيارات المسؤولين المصريين للخرطوم والسودانيين للقاهرة في تدعيم علاقات التعاون بشكل كبير في مختلف المجالات ويؤكد الخبراء أن السودان لم يدخل في محنة إلا ويجد الدعم المصري حاضرا حكومة وشعبا له والوقوف بجانبه كما تواصل مصر تقديم كافة أشكال الدعم والعون السياسي لإنجاح المرحلة الانتقالية في السودان سواء من خلال دعم عملية السلام بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة أو حث المجتمع الدولي على تقديم الدعم السياسي والاقتصادي للمجتمع السوداني وتسعى القاهرة والخرطوم لتعزيز العلاقات الاقتصادية بينهما عبر إنشاء مشروعات حيوية اقتصادية مشتركة في كافة القطاعات لا شك أن أهمية النيل بالنسبة لكل من مصر والسودان بالإضافة إلى عمق الروابط الثقافية والحضرية التي تجمع بين شعبيهما تفرد دوما ضرورة التعاون والتنصيق مع السودان في إطار مفاهيم الشراكة التعاونية بغض النظر عن طبيعة التحديات القائمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر هو كان بيأخذ مسميات مختلفة زي جبهة القومية الإسلامية المؤتمر الوطني نظام الإنقاذ لكن هذا النظام كان إخوانيا وقد ألحق الكثير من الضرر بالسودان الشقيق وأيضا بالعلاقات المصرية السودانية بسبب هواجس هؤلاء الأخوان وطريق التفكيرهم الأيدولوجية الصرفة التي لا تعترف بالأوطان ولا تأبه بالمصالح الوطنية الآن ثورة السودان المجيدة في ديسمبر أزالت هذا النظام بثورة شعبية تاريخية غير مسبوقة الاحتفال هذا العام بعيد استقلال السودان له طعم ومزاق مختلف نهنئ الأشقاء في السودان ونهنئهم أيضا بإنجازات ثورة ديسمبر وأهمها على الإطلاق إزارة اسم السودان من قائمة الدول الرعية للإرهاب بما يوهد إلى عودة السودان إلى المجتمع الدولي وأن يعالج مشاكله الاقتصادية وأن يكون عضو فاعل يتخذ المكان اللائق به في الإقليم وفي العالم وأيضا الإنجاز الآخر وهو مهم من الغاية هو توقيع تفقية جوبا للسلام ديك بداية لعهد جديد لبناء التوافق الوطني الداخلي هناك حركتين ما زالوا لم يوقعوا ولكن هذا الأمر من الممكن أن يستدرك الآن أو هناك معالجات لمحاولة استدراك ذلك وبالتالي إذا نظرنا إلى هذين الإنجازين الداخلي والخارقي نجد أن السودان الآن على منصة الانطلاق يتأهل نحو مستقبل أفضل ونحو أفق جديد ونأمل أن باقي الخلافات السياسية هي خلافات بين فرقاء حول برامج التقدم إلى الأمام وهذه الخلافات ممكن يحتوىها في ظل الروح الجديدة في السودان بعد ثورة ديسمبر المريدة نجحت فعلا السودان بأنها تتجاوز جانب كبير جدا من الخلافات منذ البداية منذ إرساء دعائم المجلس الانتقالي والاتفاق بقى الجبهة الثورية أو الحركات الثورية في هذا الملف اللي قامت أو أشعالت فتيل ثورة ديسمبر بالحديث عن مستقبل العلاقات المصرية السياسية واللي انطلقت وتبلورت بشكل كبير مصر من أول الدول اللي اعترفت طبعا بالمجلس الانتقالي ومن أول الدول اللي اعترفت بوضع السودان بشكلها الجديد ودعمتها بشكل كبير وهي أيضا من أول الدول اللي اقامت وأكدت على أواصر العلاقات المتبدلة من خلال اللجنة المشتركة اللي اترقت للمستوى الرئاسي برأيك ألية هذه اللجنة من أجل بلورت شكل العلاقات المصرية وضعها على الخط السليم المصري السودانية طبعا بالحقيقة طبعا مصر حريصة جدا على العلاقات المصري السودانية وأن تعود إلى مسارها الصحيح وبوزلت جهود ضخمة في هذا المجاد نجد سمارا تتبلور لها في المرحلة الأخيرة أولا في زيارات لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي وقوه مصر مع السودان الشقيق فيما تعلق بمسألة الفيضانات مسألة أزمة الكورونا وما ترتب عليها من تداعيات وزيرة الصحة قامت بزيارة رسمية إلى السودان وهناك فرق طبية كثيرة تدخلت في هذا الأمر الآن يعني فيه تنسيق أكبر بين البلدين فيما تعلق بملفات سد النهضة وما يتصل بها فيه الآن السودان يسعى إلى تحرير أراضيه في شرق السودان ومصر أصدرت بيانا رسميا بالتضامن الكامل مع السودان الشقيق في هذا الأمر فهذه العلاقات تتقدم إلى الأمام لكن نشير أيضا إلى أن هناك بقايا للصورة زهنية سلبية خلقها نظام الإخوان السابق في السودان تقاه مصر هذه الصورة الآن تنحسر بالتدريج بعد أن بدأت تتكشف الحقائق لأنه كان هناك في الحقيقة معلومات مغلوطة وتحريض مستمر بوسائل وأساليب مختلفة مصر لم تتخذ أي رد فعل في الحقيقة تقاه ذلك بل سعت إلى تقديم الفعل الصحيح في الاتقاه الصحيح في الزمن الصحيح لكي تنقشع هذه الصورة بالتدريج وهو ما يحدث الآن ونأمل في المزيد من الانفتاح الإعلامي والثقافي والرياضي والفني والشعبي طبعا على المستوى الشعبي المعابر موجودة وهناك عشرات آلاف الأخوة من السودان الشقيق يأتون إلى مصر شهريا بالإضافة إلى الجالية السودانية الضخمة المقيمة في مصر ولا نستطيع أن نقول أنها جالية لأنهم بين أهليهم بالزبط مواطنين يعني عمرنا مخصيرا هم من دولة تانية بالعكس نعم هم جزء من نسيق الشعب المصري بيندرك بتلقائية بدون إحساس بأي فروق أو غربة أو انتقال من مكان إلى مكان فالآن بتوضع يعني الأسس السليمة لإعادة هذه العلاقات إلى مصرها الصحيح بعد فترة ثلاثة عقود من التحريض الإخواني على العلاقات المصرية السودانية وده في الحقيقة يعني وضع أعباء كثيرة على السودان وكان جزء من المشاكل اللي واجهت السودان وأدت إلى فصل جزء عزيز من أراضيه في جنوب السودان إلى انتشار حروب أهلية في مناطق مختلفة من البلاد إلى تدمير التنمية والاقتصاد في السودان إلى المستوى الذي شهدناه وأدى إلى نشوب ثورة ديسمبر والذي تبزى الآن جهود ضخمة جدا لإصلاحه ومعالجة الخسائر المترتبة عليه تمهيدا لانطلاق جديد يليق بمقدرات السودان وإمكانياته الهائلة وغير المسبوقة التي لو استغل جزء منها فقط لا وفر حياة كريمة لكل السودانيين وأيضا لجعله فاعلا أساسيا من أجل خير ورخاء واستقرار وسلام هذه المنطقة ده حقيقي فعلا السودان دايما بينظر إليها إلى أنها من الدول اللي لديها العديد يعني ربنا أنعم عليها بثروات كبيرة جدا وبيئة بكر ويعني تربة خصبة للعديد مش بس المشروعات الزراعية والغذائية لكن أيضا لعديد من المشروعات اللي ممكن تكون قائمة عليها على سعيد الاقتصاد والثروة المعدنية وغيرها طيب لو بنتكلم عن أن شكل علاقات المصرية السودانية على مدار التاريخ فعلا لا صح إلا صحيح دايما بنلاقي البلدين بيقفوا جنب بعض في مختلف الأزمات والمحن وده بيؤكد على رسوخ العلاقات الوثيقة على مدار التاريخ بين البلدين لكن مستقبل أيضا يعني نقدر نحن نستشرف المستقبل من خلال هذا التاريخ خاصة في حرص القيادة المصرية بشكل كبير على استمرار الدعم للسودان وأن السودان تكون موجودة معنا في مختلف الأزمات والمحافل والمناسبات السياسية والأفريقية لكن كمان هناك نوع من أنواع الارتباط على الصعيد الاقتصادي على الصعيد ربط سكك الحديدية وغيرها دايما بنلاقي أن فيه ترجمة حقيقية حصلة في هذا الملف وكمان طبعا المصالح المشتركة زي أزمة سد النهضة الطاقة وغيرها من العواني المشتركة بين مصر والسودان ده صحيح القيادة المصرية في الحقيقة منذ فترة انتبهت إلى إرساء الأسس والبنية التحتية الأساسية لكي تنهض هذه العلاقات على مصالح مشتركة وشرط هذه المصالح المشتركة أن تكون متبادلة ومتوازنة يعني الطرفان يستفيدان منها على قدر المساواة ده تمثل في مسألة الطرق يعني فتح المعابر والطرق البرية بين البلدين واللي بتحمل الآن زي ما ذكرنا قبل قدير عشرة ألاف من الأخوة من السودان إلى مصر شهريا ده بالإضافة إلى ملف ربط السك الحديد ملف الربط الكهربائي وإمداد السودان بالكهرباء لأنه في نقص فادح في الكهرباء في السودان ومصر عندها فائد تم هذا الربط بالفعل وهناك قطة موجودة وقائمة محل التنفيذ الآن لزيادة ومضاعفة هذا الربط الفكرة الأساسية في كل هذا أنه قطع الدورة بتاعت المد والجزر في العلاقات المصرية السودانية أن تكون هناك مصالح قائمة بين البلدين على أساس إطلاق حرية انتقال السلع الأفراد رؤوس الأموال بين البلدين الآن السودان تخلص من النظام السابق في سورته الآن يضع نظامه الجديد إطلاق قوى السوق وهذه الحريات هو كفيل بزيادة وتوسيع المصالح المشتركة بين الشعبين الشقيقين وإحنا كمان لازم ننوه عن فكرة أنه السودان فقط ليس سروته في الموارد الطبيعية ولكن أيضا في الإنسان السوداني لأنه الملاحظ أن الإنسان السوداني يقدم قدر كبير من الكفاءة من الاحترام في كل مكان يعمل فيه يحقق إنجازات كبيرة سواء في الدول العربية أو في أوروبا أو في الخارج بشكل عام إنجازات مهنية علمية فكرية أسماء بارزة ينقص فقط إصلاح المعادلة الداخلية لكي تسمح لهذه الكفاءات بالعودة والعمل في داخل الوطن وخاصة أنه في منظومة قيم منظومة القيم السودانية هي أساس لكل تقدم ولكل عمل نبيل فيها التماسك الصدق الأمانة الكرامة احترام الآخر وده بيؤهل السودان لمستقبل مشرق إن شاء الله والعلاقات مع مصر أخوية تعود كما عهدناها عبر التاريخ وأفضل إن شاء الله نحن بنشكر حضرك شكرا جزيلا دكتور هاني رسلان مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية مرة تانية صباح الخير كل سنة وحضرتك طيب شكرا جزيلا